السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصائح لتخفيض الوزن عند المرأة الحامل بداية لا نستطيع أن نستخدم حمية غذائية للمرأة الحامل لأن ذلك من الممكن أن يضر بالجنين الخاص بها فبالتالي سوف نمنح بعض النصائح التي من الممكن أن تساعدها بداية عليك أن تبدأ بخفض تناول السعرات الحرارية العالية مثلا عدم اللجوء إلى الحرويات التي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية ونستطيع استبدالها بالخضار والفواكث التي تستطيعين تناول كميات أكبر منها بنفس السعرات الحرارية وتكون مفيدة لك بشكل أكثر فمثلا نقوم بتحديد مثلا نتناول ألفين سعرات حرارية في اليوم ونستطيع أن نطلع على جميع الأمور أو القيم الغذائية للأمور التي نتناولها فنستطيع اللجوء إلى الأطعمة التي تحتوي على فائدة والتي تحتوي على أقل سعرات حرارية وعدم اللجوء إلى الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة دون أي فائدة قيمة لها فبالتالي أيضا نستطيع بداية ممارسة التمارين الرياضية بشكل بسيط جدا لمدة عشر دقائق أو نصف ساعة يعني يتراوح بين هذا الأمر أيضا لكن أنا نصيحتي وأفضل تمارين المشي أو المشي بشكل عام فيعتبر من أفضل الأمور والتي تكون أخف جهدا وتعبان على المرأة الحامل وأيضا إلى جميع المخاوف أو مثلا أنا أكون خائف من زيادة الوزن فعندما أخاف تحصل هذا الأمر فنمنح إشارات للعقل الباطن بأن يحدث هذا الأمر فيحدث فبالتالي عليكم بتجاهل هذا الأمر بشكل كامل إلى اللقاء وأتمنى أنكم حصلتم على الفائدة